اشتركوا في القناة على هاردسك خارجي ومن ثم احول هاي الملفات لباكيج ومن ثم ارجع اثبت الباكيج على جهاز LPS4 هاي هي عملية الدمبر بشكل مختصر فاليوم ان شاء الله رح نجرب عملية الدمبر على لعبة حجمها صغير مارفل سوبر هيروز ونستخرجها على الهاردسك الخارجي وان شاء الله نحولها الى باكيج لكن في نقطتين اساسيات تنتبه لهم يا شباب قبل عملية الدمبر النقطة الاولى تتأكد انه الـ CD بيشتغل عندك على الجهاز او بيشتغل على اصدار جهازك يعني ما بنفع تجيب لعبة جديدة وتشغلها على اصدار قديم ما رح يشتغل الـ CD اصلا لازم يكون الـ CD بيشتغل وتدخل على اللعبة يعني ما بنفع تجيب CD Far Cry 6 وتشغله على 6-72 ما رح يشتغل الـ CD اصلا حتى انك تعمله الدمبر فتتأكد انه الـ CD بيشتغل بدون اي مشكلة والنقطة الثانية يا شباب تأكد انه الـ CD ما فيه تشخيط شغال تمام ما فيه اي مشكلة ما فيه اي تعليق بحيث عنية الدمبر ما يصير فيها مشاكل اثناء النسخ في البداية على جهاز الـ PC منوصل الـ Hard Disk او الـ USB اللي بدنا نستخرج عليه قرص الـ PS4 ومنتجه على PC وتأكد يا شباب في البداية انك انفرمت الـ Hard او الـ USB بصيغة الـ E-X فات ما بنفع تعمل دمبر على USB او على هاردسك انفرمت فات 32 لازم الصيغة تكون E-X فات النقطة الثانية يا شباب تأكد انه الـ Hard Disk او الـ USB فيها مساحة قد حجم القرص بمرتين يعني لو بدك تستخرج قرص حجمه 30 جيجا لازم يكون عندك بالـ Hard Disk او بالـ USB مساحة 65 جيجا تقريبا لانه راح تستخرج حجم اللعبة 30 وترجع تبني الباكيج بنفس حجم اللعبة 30 فانتبه لهاي النقطة ضروري جدا يكون عندك مساحة كافية لحجم اللعبة بمرتين على جهاز الـ PS4 نشوف معلومات اللعبة راح نلاقي انه حجم اللعبة 6 جيجا و 430 ميجا بايت ومثبت عليها الـ Update 1.03 طبعا اذا حاب تثبت اي Update على الـ CD الموجود عندك فالطريقة جدا سهلة كل اللي عليك يا شباب انك تتجه لفيديو الخاص بـ Patch Installer واللي بيسمح لك بتنزيل التحديثات فقط من خلال جهاز الـ PS4 وملاحظة مهمة التحديثات من Patch Installer فقط للألعاب الأصلي الألعاب الـ CD لا تغلب حالك وتنزل تحديثات للباكيجات اللي عندك ما راح تحدث ففقط للألعاب الأصلية يا شباب تقدر تثبت اي تحديث بدك يا من تطبيق Patch Installer ففي البداية نشغل اللعبة يا شباب اشتركوا في القناة تمام وتتأكد انك موجود على الواجهة الرئيسية بحيث ما يقول لك اضغط اكس او بريس اكس بكل الألعاب بتوقف عند القائمة الرئيسية او عند الشاشة الرئيسية لما يحكي لك اضغط اكس او اضغط اي زر للبدء وهون نضغط PS على اليد بهذا الشكل يا شباب وهو منترك اللعبة شغالي قبل ما ابلش بعملية الدنبر لازم تعمل خطوات جدا مهمة حتى ما تواجهك مشاكل اثناء عملية دنبر فانفعل ال FTP على جهاز PS4 نتجه على جهاز PC وعلى برنامج الفايل زيلا يا شباب نتصل بجهاز PS4 من خلال كتابة ال IP Address هون وكتابة رقم ال Port هون رح اتصل بملفات جهاز PS4 ومن هون يا شباب نتجه على System Data تتجه على Play Go ومن هون رح تدخل على Title ID للعبة اللي عندك طبعا انا ما عندي غير لعبة واحدة فالID تبعها موجود وطبعا حتى تقدر تدخل Title ID لكل الالعاب اللي عندك حتى الالعاب CD كل اللي عليك انك تفعل Orbis Toolbox ومن ثم تفعل خيار Show Title ID ندخل على Title ID للعبة ومن هون رح تلاقي ملف اسمه pdcopy.ppm هذا الملف لازم تمسح حتى ما يصير معك مشاكل اثناء عملية الدمبر فاكل عليك انك تضع كليل كمين وتعمل Delete تمام بهاي الصورة بتقدر تعمل دمبر بكل امان وما بصير معك ان شاء الله اي مشاكل اثناء عملية الدمبر نرجع لجهاز PS4 يا شباب وطبعا ما زالت اللعبة شغالة فنفعل Pin Loader ونتجه على صفحة الهوست الموجودة لنا نوصل الهارد ديسك او ال USB اللي بدنا ننسخ عليها القرص ومن ثم بتذهب لخيار App دمبر وبعض الصفحات رح تلاقي اسمه دمبر او Game دمبر هي فقط اختلاف اسماء يا شباب لكن نفس الوظيفة كل اللي رح يعملوا الدمبر رح يعمل على استخراج اللعبة والUpdate المثبت على اللعبة فكل عليك انك تضغط X وهيك بلشت عملية الدمبر للسي دي اللي احنا حاليا مشغلينه ورح يعمل Extract لللعبة ومن ثم لUpdate اللعبة مشكلة الدمبر على اصدار تسع يا شباب انه ما بعطيك نسبة النسخ كل فترة زي الاصدارات السابقة فطريقة سهلة انك تعرف انه الدمبر شغال على جهاز PS4 فلو طلعت على الهاردسك اللي انت متصل فيه او USB رح تلاقي انه ضو فلاش بضوي وبضفي هذا يعني انه عملت الدمبر شغال بدون اي مشاكل فاكل عليك انك تنتظر عملت الدمبر حتى تخلص رح تلاقي انه الهاردسك وقف الفلاش تبعه وايضا رح يعطيك رسالة انه تكمل عملت الدمبر بشكل كامل ما رح يضفل الجهاز فقط رح يعطيك رسالة انه الدمبر تمامي شباب على جهاز PC ندخل على الهاردسك وهون رح تلاقي مجلدين title id للعبة dash app و title id update dash patch هذول المجلدين اللي تم استخراج من القرص على جهاز LPS4 فكل العريح حاليا اني ابني ملفات الجي بي 4 ومن ثم ابني الباكيجات لكن في خطوة مهمة جدا لازم تعملها قبل ما تبني الباكيج نتجه على app s-e underscore s-trophy وتشغل ملف trophy اللي هون باستخدام الهيكس اديتور لو اطلعت على النصوص الموجودة هون يا شباب رح تلاحظ انها نصوص مكتوب الانجليزي وقابدة للقراءة هذا يعني انه ملف trophy decrypted مش مشفر لو لقيت ملف trophy موجود فيه احرف متصل ببعضها لبعض وغير قابل للقراءة فاعرف انه ملف trophy encrypted مشفر واذا بنيت اللي باكيج وملف trophy encrypted رح يجيك قطع ال mp اثناء تشغيل لعب تبه تبه لها النقطة مهمة جدا وايضا بملف الباتش لازم تعمل نفس الفكرة نرجع ونحن ونحن شغله بالهيكس editor وأيضا لو تلاحظ على النصوص الموجودة هون هي نصوص مكتوبة بالانجليزي decrypted غير مشفرة طيب في حال كانت النصوص مشفرة encrypted عندي ملف trophy شو الحل الحل بسيط جدا يا شباب فأكل عليك انك تطلع من هون وترجع و بمجلد sce underscore s بالأب وبالباتش في ملف اسمه and behind dot أيضا بتشغله باستخدام الهيكس editor تمام عندي الرقم الموجود هون خليه موجود هون وحاليا كل اللي علي يا شباب اني اتصل بال ftp على برنامج الفايل زلة تمام شباب هيك اتصلنا بالفايل زلة بملفات الps4 ننزل على مجلد user ومن هون نبحث عن مجلد trophy config ولاحظ الرقم الموجود هون هو نفسه الرقم الموجود هون nwr 05341 nwr 05341 لازم لازم تدخل على نفس الرقم حتى لو كان عندك العاب كثير فتعرف الرقم اللعبي اللي انت عملت لها دنبر تدخل هون وتأخذ ملف trophy الموجود هون وتستبدل ملف trophy الموجود باللعب اللي انت استخرجتها على hard disk بنفس الاسم فكل علينا يا شباب ان نسحب ملف trophy لهون بهذا الشكل ومن ثم تأخذ اسم trophy الاصلي من هون بهذا الشكل copy وتعيد تسميته بنفس الاسم وتمسح الملف الاصلي هيك بتكون انت نقلت ملف decrypted الملف الغير مشفر على اللعب اللي انت استخرجت فلا تبني ملف package وملفات trophy encrypted ما رح تشتغل معك اللي با ورح يعطيك خطأ حاليا يا شباب نتجه على برامج fact package tools وفي البداية رح نبني app دائما لازم تبني اللعبة الاساسية لاصدارها واحد ومن ثم تبني update فنتجه على gengp4 app ومن هون نختار الهاردسك اللي سحبنا عليه اللعبة مجلد اللعبة up و generate jp4 تمام اعطاني done وبعمل save عد نفس مكان المجلد يا شباب وبعمل save اوكي وبنفس الحركة على مجلد ال update لكن بتجه على gengp4 patch ومن اختار مجلد ال patch generate jp4 save save وايضا عند مجلد ال patch وبعمل save هون تمام حاليا كل اللعلي ارجع وابني الباكيج من جديد وفي حالي يا شباب انه ما كان عندك مساحة للسي حتى انه يبني ملفات التيمب عليها ففي خيار عندي ببرامج الفاكباكيج تولز بسمح لي اختار custom location بحيث انه يبني ملفات التيمب على الهاردسك الخارجي ما يقرب على مساحة السي اطلاقا فننزل على اخر خيار تمب فولدر باتشار ونشغله ومن هون نختار رقم ثلاث وبحكي لي دخل ال custom location اللي بدي اياه فنتجه على ال hard disk زي ما انت شايفين يا شباب اضغط هون وباخذ حرف d copy ومن هون نعمل paste enter enter مرة ثانية مباشرة رح يفتح لك برنامج orbis pop gin بهاي الصورة يا شباب وفي البداية خلينا نختار gin gp4 app في هذا الشكل ومن هون نعمل build اختار مكان الحفظ نحفظه على نفس ال hard وننزل تحت ونعمل build تمام شبابه حاليا نخلص بناء الباكيج بشكل كامل فنعمل close نطلع نتجه على ال hard disk وراح نلاقي باكيج اللعبة تم بناءه بشكل كامل وبنفس الخطوات يا شباب نرجع ونبني ملف ال update نتجه على برامج فاكبكيج تولز وطبعا بنفس الطريقة يا شباب اذا كان عندك ملف ال update حجمه كبير تقدر تتجه على custom location وتختار ال hard disk الخارجي فانا بدي اروح مع غارب سباب جن مباشرة نعمل open نتجه على ال hard ومنختار ملف ال gb4 الخاص بال patch ونتجه على command project setting نتجه على الخيار patch وهون شباب لازم نختار باكيج اللعبة الاساسي اللي بنينا فانعمل احتيار ونختار ال package اللي بنيناه على ال hard disk اوكي و build وايضا نختار مكان الحفظ وعلى نفس ال hard disk ونعمل اوكي وننزل ونعمل build تمام هيك كمل بناء package update بشكل كامل ونسكر من هون ونتجه على ال hard disk وزي ما انتم شايفين يا شباب package اللعبة و package update تم بناهم بشكل كامل كامل ولو تلاحظوا هون ملف temp اللي عمتلو custom location لما بنينا اللعبة الاساسية فكل علينا الشباب حاليا نسحب ال hard disk من جهاز ال pc ونرجع على جهاز ال ps4 على جهاز ال ps4 نسكر اللعبة ونمسح ملف ال cd بشكل كامل تمام حاليا نتجه على قائمة ال dbox setting او على gold hint ونوصل ال hard disk بجهاز ال ps4 تمام وحاليا ننثبت اللعبة ونثبت ال update فنختار install all موسيقى المترجم للقناة 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 المترجم للقناة